السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نقول دائما تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة معكم مطبخ أم لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد كما تشاهدوا على الشاشة اليوم إن شاء الله سوف نصيبوا من عجينة وحدة الاقتصادية سوف نصيبوا الكريب والبانكيك إن شاء الله يأتيوا رائعين بقوا معايا بشوفوا الطريقة والمقادر ديال هاد جوج ديال الوصفات نفل المقادر عندي واحد جوج بيضات عندي واحد كاس صغير ديال السكار معامر وهاد الكاس غنخذ بيكل شيء غنبار بيه ولا غنبار بيه الطحين ولا غنبار بيه الحليب عندي عندي الزيت عندي الحليب عندي الملحة وعندي عندي الفاني ومولينيكس عندي هاد الخميران احتاجتها الاخير هي واحد الصاشي الكاكاو هي غنخذمو بيها إن شاء الله لبانكيك قدرنا هنا البيضات ديالنا بجوج غنزيد المليحة وغنزيد ديك الكاس اللارب ديال السكار وهاد الكاس رغي صغير يعني ديك الكيسان دي حياتي اللولين الصغارين غنزير واحد نصيس كاس ديال الزيت من هاد الكاس الصغير غنزيد جميع المكونات ديال كاس صغير وانا المقادير نخلي بلكم كاملين في صندوق الوصف غنزيد ربعات الكيسان ديال الحليب وكاتزليه في الطحين تأوار بعد الكيسان ديال الطحين غنزير جوج اللولين حتى نطرب مزيان غنزيد جوج الثانيين غير باش إلا كنتو غنزيروا المولينكس كبيرة كتديروا كل شي دقة واحدة أما إلا كنتي عندك مولينكس بحال هذه صغيرة تحاول على المولينكس ديال كتخدمي شوية بشوية يعني كنطرب وجوج كيسان وعندي المعي القادل غاني غنزيد هاده نطرب وجوج كيسان ديال الطحين وماللولين وهذا الكيسان الذي قلت لكم ولي سنعبر به أول حاجة سنعبر الطحين والكيسان يكون ممسوحين لا يكونوا عامرين هذا الشكل الذي قلت لكم نضيف الكيس الأول ونضيف الكيس الثاني ونطرب حتى تنسى جمليه العناصر ونزيج جوج كيسان آخرين انتم معايا تتشوفوا هذا الكريب يأتي رائعين يأتي ولداد والله مكوناتهم اقتصاديين ونظن سيكونوا في اي بيت ونجاين عندك ضياف على غفلة ولا شي حاجة كده نضيف صيبي ونضيف الكيس يعني جوج التشكيلات كي يأتي وزوينين بزاف كي يأتي وراقيين كما وضعت لكم الصورة في الأول نضيف الكيسان الثانيين ونضيف الكيسان الثانيين ونطرب عود لا تنسى جمليه العناصر كاملة زوج كيسان الثانيين يمكن ذلك من البعض قد يضيف الكيسان الثالث وعزلت الكيسان الثالث قد يأتي ينسى جمليه العناصر غير على كأن خف على مكينتي وصف في ذلك شي لأن المقادر تكون مضبوطة في هذه العملية صفيرة نطرب مزيان هنا صفيرة الخالط ديالي هو هذا من ساجم سوف نوريه لكم لا تقيل لا خفيف إلا لحظتوا سوف نزرب لكم الفيديو سوف نوريكم شي حاجة سوف نستفدو بها سوف نجعل الفيديو عادي لكي لا يجعل الفيديو طويل كثير هنا سوف نقرر لكم القوام هذه الكريب سوف نأخذ واحد المقلاء لدي مقلاء كبيرة سوف نقرر لكم كبيرة اء المقلاء صغيرة من هذا المقلاء صغيرة نتكون حتى عمل المقلاء في المقلاء صغيرة سوف نصحها بقيت المطبخ ونعفقية المقلاء كيف يتم احرق لدي المقلاء صغيرة سوف نحظت طويل سوف نخوف المقلة ونزل المقلة من فوق العافية ونضوري بها الصورة توضح لكم سوف تغطى لي السطح كامل القاعدة المقلة سوف تساوي ونرد فوق البوطاء ونسنع لها حتى من جهة الصفلية سوف تبالينا من كيف يحمرون جنابها ونقلبوها هذا الشكل اللي توضح لكم الصورة سوف نقوم بكم محدة اخرى سوف نكمل ونعود ونتلاقع نحاول كما نشرح لكم جميع المراحل سوف نمسح ضروري لا نقوم بعمل الزيت كما نشرب لنا الزيتة كما نبقى ونصحوا به لكي تلصق لنا وصفيتة فاديا باش ما تلصق بنفس الشكل ونفس الطريقة نقوم بعمل القياس لا نقوم بعمل المغارفة وهذه المغارفة صغيرة ليس كبيرة لان المقيلة صغيرة نقوم بعمل صفيتة تغطى السطح المقيلة ونقوم بعمل طيب ونقلبه سوف نكمل هكذا سوف نكملهم كاملين سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل سوف نقوم بعمل هنا لاحظة الصورة سوف نقوم بعمل وقت طويل سوف نكملهم ونقوم بعمل انطلاقوا باش نصيبوا البانكيك واللاحظة الصورة يجوا محمرين لا يأخذوا لنا وقت طويل سواء في تخلطهم أو في طيبهم حتى يكونوا عندك الضياف في الدارة نودية تصيبهم بسرعة توجدهم وما يجي فين توجدي البريلي الذاتي يكونوا تهوما واجدين هنا لا تصغير لديك اللقطة زيت نصف بكية الخميرة يعني 4 جرام وزيت بكية الكاكا واطربتهم النصيص اللي بقالية ديال ديال الخالط ها هو شوفوه كولا ضروري موايما نقيد لكم مقادير كامل في صندوق الوصف ونرجع لكم مقادير كامل في صندوق الوصف ونرجع لكم مقادير تفعى شوية الزيت تايي ونمسحها جيدا ونبدأ نطيب هذا البانكيك ديالي بنفس العجين خرجنا منها جوجة تشكيلات في الأخير زينا الكاكا وزينا نصف بكية الخميرة الحلوة نصف بكية لأن المقدار ستغير كما لاحظتم سوف نصف بكية طيبة تايي ونقلبها سوف يأتي رائعين هذا البانكيك يعني كي قلت لكم سوف نقوم بكية بيضة خرجنا جوجة الأشكال لوليدتنا أو ضيوفنا سوف يأتي تشكيلات راقية سوف نتقسم معكم واحد لاصوس شوكولة كجيزوينة تاييية اللي كندهنوا بها أو كنزوقوا بها البانكيك أو الكريب ديالنا يعني كنخدمها بزرد الحويج سوف نتقسمها معكم تاييية في هذا الفيديو إن شاء الله نتمنى كنت بقوت الأخير باش تستفدو و تبار طاجيه باش تعمل فائدة قاعد أي واحد يعني يستفد هنا را اخذت هاد شوكولة ديال الدهن كما كتشوفوا أي نوع شوكولة عندكم ماشي ومشكل هادا سوف نتقسم معلقة سوف نتقسم معلقة في هذا الكاس وعندي الزيت ناباتية نضافيه والطراب نقدر نتقسم معلقة في هذا السميتو هذا السميتو وقدر نخدمه معلقة هذا الكريمة اللي سوف نصيبه انا كنا عارفو هذا يكون قاسح شوفوه يكون شاد راسو سوف نتلقوه بذيك الزيت سوف نخرجه صوص ديال الشوكولة سوف نصيبه وتعرف ضيط نأسمه مينة فاحزة نبه Let's say واحدا هذا الصغير وعن أعطس ع Lil' إخ���رنا لأسجزت سوف تباعل مفolie فاحزة نضيف الكريب لنضيف الكريب نضيف الكريب نضيف الكريب لنضيف الكريب نضيف الكريب نضيف الكريب سوف نضيفون الحكومة ونضيفون بحلقة نضيفون السيجار نضيفون الجانبا سوف نضيفون الطبصير نضيفون محيطة آخر ونضيفون كوكو وزبدون الكوكو نضيفون بحلقة آخر تقليل تريدون الكوكو نضيفون ونضيفون الصورة يجبون أي مكتبات سوف نضيفون من النهار ونظيفون القرارة ونحمي يجبون نقمع سوف نضيف البانكيك سوف نضيف البانكيك سوف نضيف المونتج أصدقت الكراميل نضيف المونتج رابط في صندوق الوصف في هذا الفيديو و اقتصادية و اقتصادية اقرأها على اعلان تعمر سوف نسقي بها و اجل فيه على جلديد اقرأت خطيطات من الشوكولة و يأتي على هذه الشكلة يستهلوا تجربة اصحوا الراحة اتمنى ان اعجبكم هنا الريضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و شكرا لكم مرة اخرى و الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا